دكتورة فيروز جماوي الاختصاصية في طيب امرأة الاطفال اول شي صباح الخير صباح النور الجميلة لبسعدي الحمد لله الوين السهية الله يحبك لليفتك اليوم نتكلم عن الحمى القرموزية المسمى شوية غريب نحن نعرف علاش من خلال رصدك التعريف ديالها واكيد الاعراض والاسباب ديالها هي حمى كتصيب لوليدات الصغر نحن بقنا نتكلم عن اليوم لانا اليوم ما زل كنتكلم عن هذا كلام بزاف ديال والدين كيقولكوا لدي مراد من مرضى لمرضى البرد الحلاقام السخين خنائين حزامة أعزكم الله يعني بزاف ديال حاجات بزاف ديالأمات كي تشكو من منها مع الوليدات الجالهم كل مرة كنحاولوا اننا رصدهم راكينين بعض الامراض اللي راكينة كيف المرة اللي فيتك كنا تكلمنا على هاد الفيروس اللي كاين وتكلمنا كذلك على انك كورونا وعزال كاينة وما زلنا نعود تكلموا لها ما تعريفكم اليوم الحمى القرموزية شنو هي باش عارفوها الناس بالمغربية شنو هاد الحمى قرموزية هي مرض تعفوني كسب الاطفال السبب دياله بكتيريا كنسمي وحنا بكتيريا العقادية هاد البكتيريا كتعطينا التهاب في الحلق ودك التهاب في الحلق تعطينا تأفون لي كمشي للجلد وجلد توليك احمر وشوية حرش هادك شعلش تنسميها حمى قرموزية حنا في المصطلحات المغربية ديالنا اي سخانة مع حبوب حمر في الدات كنقول ورا بو حمرون بو حمرون بو حمرون يعني كنشوف احنا المسيج واننا الناس والوليدات ديالهم تقولك راقالوا لي فيه بو حمرون منين تنقلبوك ان هناك بزاف ديال اسباب ديال الحمى زائد طفح جلدي يعني حمى زائد حبوب في الدات ومنها الحمى القرموزية اللي هي بالفرنسية كتسمها لاس كارلاتين كما قلنا كيكون ارتفاع في درجة الحرارة هي حمى كتصيب الاطفال ما بين خمس سنين حتى الخمسة عام جينا غالما بين خمس سنين وعشر سنين ولكن تقدر تجي قبل وتقدر تجي من بعد كيكون طفل ايان فيه سخانة كيبانا لي هاد الحبوب في اللول في العنق دياله تقريبا وتيهبط ديكساءات الدات دياله ولكسداد دياله هاد الحبوب كيما قلنا تكون حمر حرش تقدر يصيب لنا تنيات ديال الجسد يعني كيما قلنا العنق الابطين تنيات حدا الفخدين ومن بعد فمورا فاش تيبدا يصح الطفل كيبدا وتقشروا هادوك البلايس هاد الحاجة لتجي معاه كيما قدروا انكم كتميزوها ماشي بحمرون ماشي مرض اخر كنا عارفو انا بزيفة الامراض كتشابه مع بعضها لكي خلي الوايدين فى هاد المرض هو هاد الحاجة كيديدك العلاج الداتي كيشدوه كن عنده او لا كان عنده او لا احنا عارفين هاد المرض كيتعالج بهاده فكي يخدوه دوا منهم لداتهم هنالي شنو الحاجات اللي كتميز هاد الحمى هادي على امراض خراء نعم هاد الحمى القرموزية مني ان الطفل تيقلبوا الطبيب اول حاجات يلقى بانه اللسان دياله حمر بحال فراولا كنقولو هناللونغ فرامبوازي حمروه بحالي محبب شوية اولا فيه واحد لاطاش بيضاء للسان ناكوه كنقلبوا الحلق كنلقوه ملتهب اوليس يقدرون لوزتين يكونوا ملتهبين فيهم بعض البقاع البيضاء اللي هي كتكون ناتجة عن قيح اللي كتسبوه هديك البكتيريا الاوقادية كنقلبوا الدات ديال الطفل باش كنشوفوه وش مكينيش مضاعفات ديال المراد اللي هما مأسخانة كتقدر تكون يقدر الطفل ينشف من الماء كنقلبوه وش مكينش هذك البكتيريا ممشتش لنا لبعض الأعضاء الاخرين بحال الأدن لاننا تقدر تعطينا التهاب في الأدن تعافونا رئاوي البكتيريا تقدر من غير الجلد تمشي للريا وتعطينا تعافونا رئاوي وفي بعض الحالات قليلة يقدر يمشي لنحتل لهذا الاستحايا أو لله يحفظ كي يسرح هذا الميكروب كما تنقوله احنا بالدريجة ديالنا في الدم وتيمشي للدم وتعطي ينسب تسامي الله يحفظي يعني بأن ذات ديال الطفل كنتشر فيها هذا الميكروب لأن هذه البكتيريا هي بكتيريا سامة تطلق واحد السم تنسميه وحنا ليتوكسين البكتيريا تطلق ذاك السم هو اللي كأطيناها هذه المجموعة ديال الأعراض هذا الشي لاش اللي جميلة من الأحسن مني نكون أنها طفح جلدي كبالينا الجلدة حمراء زائد سخانة عند الطفل نتوجه بها الطبيب باش يتقلب ونعرفه بالطبط شنا هو واش بو حمرون واش حمى قرموزية واش لغسيول طفح الوردي كان بزاف ديال كما قلنا بزاف ديال المسائل الطبيب هو اللي غادي يقدر يشخص الحالة ويعطي الدول المناسب نعم حنا دي الحمى القرموزية نبعونا عارفوه معك لشنو الحاجة اللي كتخليها تجي لدات ديال الوليدات واش هي كتجيت هي بحالة بحال ديال أمراض الشتوية اللي تتكون اللي تتكون في الشتاء أو اللي تقدر تجي لطول العام هي غنشوفها كتر في الشتاء وفي تغيير المناخ لأنه هي واحد البكتيريا اللي تنتقل عن طريق اللعاب يعني الواحد يلاكح يلاعطس وكان حامل البكتيريا تماما في الحلق دياله وغادي يعادي لناوليد اخر وحنا هادشي راه تنشوفه كتر يمتعتن عطسو يمتعتن هادف في البرد والله في تغييرات المناخية وغادي لقاوا بحال كنسمو حنا ديبتت زي ابيديمي يعني مجموعات من الأطفال سواء في المدراسة أو اللفلاك خيش أو اللوسط العائلة الخوت الناس اللي سكني مع بأضياتهم قرابوا هما متعرضين لهذا الرداد هما اللي غادي يتعادوا كتر كي تكسب الأطفال كتر لأنه مع الوقت المناءة ديالنا كتتربة هي بالنسبة للأطفال إلي جاتوا مرة تقدر تجيه مرة حرة مثلا اللي نفرج جاتوا في خمس سنين تقدر تعودوا في عشر سنين ولكن المناءة مع الوقت تتربى وعند الشخص البالغ لسوجي أدولت ما كتجيهش لأن المناءة دياله كتكون تكونات من هاد ناحية نعم احنا هو المرض بكتيري كيف قلتي تعافون في الدات الناس تبغي تعرف كيفاش كي يقدر أنه ينجي للدات مني تنقولوا حاجات تعافونية تنقولوا ربما جا شي ميكروب كاتتسمعها كتير دكتور كاتسمع أن الناس كي يقولك مثلا لقتم طوالات كلا شي حاجة ما منضيفاش ما مغسولاش مزيان هنا هاد الحمى القرموزية كي باش كي تجي كي باش الوليدات نقدروا فيعلان باش هنا تكون تأسبول ديال الوقاية نعم عند أمهات والأباء اللي كي يسمعونها تصبح نعم إذا غادي نبقاو في هادوك لمزيغ بغير في هادوك المسائل اللي كتكلمنا لهم على حسب الوقاية من كورونا الحمدلله لناس كلها والتي تواعي بها وعرفها غادي هو كي ما قلناك انتقل عن طريق الرادات يعني إما بصفة مباشرة نعم ولكن كي باش كي يجي لدك الانسان اللي يلسقلو في اللعاب ديالو او الفرادات ديالو كي باش هو كيدخلو للدات منين غادي دخل دات هادك هديك البكتيريا غا تعطينا التافون ديالها في الحلق والاتهاب نعم لا واش كتجي مثلا سبب اللول دياله مش أنا تجي لدك الانسان واش دائما تجي من أشياء ديال تعفونية ماكلة بلصة ما نضيفاش أجلنا اللولة هي الطريقة المباشرة من شخص لشخص والثانية هي الطريقة الغير المباشرة اللي هي إلا كانوا مثلا عندو ديجوي ألعاب اللي قاسهم طفل آخر ودير مريد قاسهم بيديه يعني ما غسلش يديه من مرة ما لأبو مشاكلة إيهرى غادي يهز هادك البكتيريا من هادو كل الألعاب اللي ما تغسلتش وغادي ديرها في موها هو تعدى يعني هدي الطريقة الغير المباشرة من البكتيريا ما كتكونش في الشخص كتكون فوق من كنسموحنا لسوخ فاس يعني فوق من الألعاب فوق من طبلاء فوق من أسطح اللي غيمشي قاس فيها وليد آخر وغادي ديد دول فمو وغادي مرض نعم لا حتى احنا مني تنقولوا أي مرض سبحان الله مثلا حتى في الخلايا السرطانية دكتور يعني تنقولوا أنها الخلي ركينة غير تتحدث الإنقسامات أو لا شي حاجة أو لا شي سبب معين لخلاء أنها تكون فعلا خلية سرطانية مني تنقولوا شي مرض ما مثلا أي مرض فدت إلا وعندو حد سبب مباشر باش أنه سيكون فدت من غير ذاك العدوى نحنا مسولتش على انتقال للأدوى انتقال للأدوى سيفغي كي بقلتي كي يجي إلى الأسطح من شخص للشخص ولكن الشخص اللي غي عادينا أشم الحاجة اللي خلاته أنه يمرض نحن بحل ماذا؟ ولا يعني بقي ما معروفش السبب تلك كي تجي إلى لا حتى هو تأذى حتى هو أحملها في الحلق ديالو سواء بين إلي الأعراض أو ما بينش الأعراض ذاك شي إلاش إحنا بعض التقاليد اللي كن أكدوا إليها مخصش تكون مثلا ذاك نبوسوا طفل في الفم ديالو راح نقول لنا حاملين بكتيريات في الحلق ديالنا وفي الفم ديالنا ولكن المناء ديالنا را همتمكنة منهم ومحكمة فيهم ولكن من قلبي أن ذاك الشخص اللي غندوى وزوله البكتيريا المناء ديالو غادي قوية وغادي صدالة خاصة الأطفال هنا يا جميلة مزيان من شرت لي لهذه النقطة باش نعود نأكد من نصحون ونعيون الناس هذك اللي أنا كنشوفها أنا ظاهرة وكتشكوا منها الآباء مني كي يجيوا عندي تقول كرا العائلة تجيتي هذك الطفل راه تيبغي يبوسوه في مو سيدي الله من واحد ناحية صحية ومن ناحية نفسية أنا ما خصش تكون هذ المسألة وأول حاجة هي هذ الأمراض اللي كن نقلوها عن طريق اللعاب والفم نعم هنا غا رجعو تل كورونا فاش كانت هنا دائما تنتكلموا لربا ضراتي النافعة فاش كانت كورونا ربما انتم التخصص الأول اللي لقيته أنا فعلا العدد ديال المرضى نقص بشكل اللي هو كبير بزاف نعم أكوز ديال أنا الوليدات مبقوش كي مرضوا منيجينا نشوفوا الأسباب لقينا أنهم مبقوش كي تباسوا مبقوش كي تنزوا بزاف هذ الحاجة اللي هي بسيطة نقصت واحد العدد ديال الوليدات فعلا اللي كانوا كي تصابوا بأمراض شتوية وأمراض بسيطة نقص نعم دوك رجعوا لعود كيف كان قولو البروتوكول الوقاية ديال كورونا أنا الوليد ميتباش ميتاش بزاف هذ الأمور النظافة الشخصية والنظافة ديال الأسطوح هذ شي كامل يا كولالا نعم نعم غاد نقص لنا بزاف الأمراض ما شغل من من كورونا حقل من كورونا راها مازال ما أنا ولكن في تخصص ديركم نقص بزاف الأمراض هي نقصات ولكن كانوا واحد لآمل صبح الله اللي غريب من مورها كلنا استغربنا من مورها كورونا ومنين رجعت الحياة للنمط العادي كانت تون اكسبلوزيون كان ارتفاع كبير في بزاف الأمراض عند الأطفال في جامعة بجامعة أنواقها لزوغيون لبرونشيت كل شيء قالوا العلماء أعطوا تفسير قال لك كان هناك كسل في المناعة المناعة أمنين ما بقاش تطفل كي مرض تكسلاتوا تهوناتوا الجنود ديال ها قلسوا منين أود رجعنا رجعنا رجعو شوية فاشلين إذن كان اسمو هلا ديت إمنيتاخ كأن كان خديتي واحد القرد ديال لما نقل لي ما رجعتيش كان خصهم يمرضو ما مرضوش مرضو دقوا حدا من باب ولكن سبحان الله على الأقل تخيل معي لو كان مثلا كانت كورونا وكانوا الوليدات زائد الأمراض ديالهم وكان واحد ماشي خاصة سمي شونا على على المستشفايات على هاد الأمر كله وزيداتها بالوليدات يمرضو ب هاد شكل وبزفد الوليد اللي كانوا هما مرضو كانوا خيفين على الوليدات ديالهم ذوك ربي تيلطف كيف كان دوله ذوك احنا شونا معاك الأهم الأحراض اللي كتبين عاد الحمى القرموزية شونا معاك الأسباب زيالها هاد الحمى هادي واش من المرحلة اللولة انتو ما كان مختصين كتعرفوها أن حمى قرموزية ماشي مرض آخر حس قلتي لي أن الوليد من يتيجي وكيقلو بو حمرون على ودك الطفح الجلدي واش من الضيبا كتبين بطفح الجلدي او من الضيبا كتبين بسخانة كتقدر السخانة تسبق واحد شوية طفح الجلدي ولكن تكون تقريبا متزامن معها يعني ما كيجي وفين يجيبو لك الوليد تكيكون بان فيه الطفح الجلدي ما تكونوش الخاصية أخرى ديال بو حمرون لأن بو حمرون هي ثلثي يمد سخانة في الأول عد ثلثي يمد سخانة زي الطفح الجلدي وكيكونو إنه واحد اللي تلقوهم في الداخل ديال الحنيكات من الداخل اللي هو ما تيبيك ديال بو حمرون الحمدلله بفضل الله بفضل تتلقيه اللي كان العدد ديال بو حمرون نقص بزاف عند الأطفال ماشي بحل الحمى القرموزية ما عندهش لقاح يعني كنشوفوها بكتر اكتر من بو حمرون كن القوية هي الديال كيكون واحد اللي تست صغور تدار في الحلق كيبين لنا وشكين البكتيريا العقادية هذا كاللو تست بحل ذاك اللي تست غبيت ديال كوفيد سريع اللي تعطينا وشكينه ولا لا نفس الشي كيبيل لنا وشكين هناك بكتيريا عقادية ولا لا اللي هي سافي كتعطيك الدياغنوستيك ديال المرض نعم الناس الكبار هي مرض كما قلنا خاص بالاطفال خاصة تنقل من 15 سنة مع الوقت كتطور مناء ضد هاد الحمى القرموسية نعم بالنسبة للشخص الكبير والمناء ديالهم زيانة ما تقانيش من امراض مزمينة وخيكون اون كونتاكت مع هادك الطفل راه ما غاديش يمرض ولكن يقدر يكون هو حامل للأدواء ويقادي طفل آخر ولكن هنا ما ننسوش ان الناس اللي عندهم مناعة ربما قليلة او للمناعة ديالهم شوية هاشا ممكن انهم يتعادوا بصفة قليلة ممكن نعم إلا تعادوا مثلا هاد الناس وخاه كبار واش كيكون عندهم نفس الأعراض نفس لهذا او لا لا ولا بقي ما عموكم شفتوا هاد النوع كتكون غا تكون خفيفة بزاف كيكون تها في الحلقة ما غاديش يمشي للدات ويخرج دك الحبوب الحمر ودك الطفاح الجلدي اللي تيكون نعم ربما ولي كان شوفو ده بزاف الناس مرضى على مستوى الحلق ديالهم كانت تكلمو على هذا كلام بزاف ديال والدين كيقولكوا لدي مراد من مرضى لمرضى البرد الحلاقام السخين خنائين حزهم أعزكم الله يعني بزاف ديال حاجات بزاف ديال أمات كي تشكوا منها مع الوليدات ديالهم كل مرة كنحاولو أننا نرد ديال مرة كينين بعض الأمراض اللي راكينا كيف المرة اللي فيتا كنا تكلمنا على هاد الفيروس اللي كاين وتكلمنا كذلك على أنك كورونا وعزالة كاينة وما زالنا نعودو تاين تكلمو علامة تعريفكم يوم الحمى القرموزية شنو هي باش عرفوا هالناس بالمغربية شنو هاد الحمى قرموزية هي مرض تعفوني كسب الأطفال السبب دياله بكتيريا كنسميو احنا بكتيريا العقادية هاد البكتيريا كتعطينا التهاب في الحلق ودك التهاب في الحلق تعطينا تعفون اللي كمشي للجلد واجلتي وليك أحمر وشوية حرش هادك شعلش تنسميوها حمى قرموزية احنا في المصطلحات المغربية ديالنا أي سخانة مع حبوب حمر في الدات كنقول ورا بو حمرون بو حمرون بو حمرون يعني كنشوف احنا ميس يجوئلنا الناس والوليدات ديالهم تقولك رقالوا لي فيه بو حمرون منين تنقلبو كان هناك بزاف ديال أسباب ديال الحمى زائد طفح جلدي يعني حمى زائد حبوب في الدات ومنها الحمى القرموزية اللي هي بالفرنسية كتسمها لاس كارلاتين كما قلنا كيكون ارتفاع في درجة الحرارة هي حمى كتصيب الأطفال ما بين خمس سنين حتى الخمسة عام جينا غالما بين خمس سنين وعشر سنين ولكن تقدر جي قبل وتقدر جي من بعد كي كونت في العيان في سخانة كي بنقلي هاد الحبوب في اللول في العنق دياله تقريبا وتيهبط ديك ساعة لدات دياله ولكسداد دياله هاد الحبوب كيما قلنا تكون حمر حرش تقدر يصيب لنا تنيات ديال الجسد ديال الجسد يعني كيما قلنا العنق الابطين تنيات حدا الفخدين ومن بعد مورا فاش تبدأ يصح الطفل كي بدأوا يتقشروا هادوك البلايس هاد شراش ناس كيسحبوه بحلب وحمرون تماما مني كيتقشروا للحبوب هادا أو لهاد طفح الجيلدي هشو الحاجة التي تجي معاه وليتان قدروه أنكم كتمييزوها ماشي بحمرون ماشي مرض أخر كنعرفو أنا بزافت الأمراض كتشابه مع بعضها ناوك هاد شريك يخلي الويدين ربما يتيهو في هاد المرض وش هو هادا كيلي بعض ماس يديدك العلاج الداتي كيشدوه كان عندو او لا كان عند خوه او لا احنا عارفين هاد المرض كيتعالج به هادا فكياخدو دوا منهم لداتهم هناي شنو الحاجات اللي كتميز هاد الحمى هاد على أمراض خورا نام هاد الحمى القرموزية مني ان الطفل تيقلبو الطبيب أول حاجاتي القاب أنه اللسان ديالو حمر بحل فرولا كنقولو حنالا لنق فرولبوازي أحمروي بحلي محبب شوية أولا فيه واحد لا طاش بيضاء للسان نعم ناكو كنقلبو الحلق كنقاوه ملتاهب أو الاشيقدرو ملوزتين يكون ملتاهبين فيهم بعض البقاء البيضاء اللي هي كتكون نتجا عنقايح اللي كتسبو هاد الك البكتيريا الأوقادية هو الشخص للهزلي من الن Line في الاشتراك المرغم ليز كذż أن دينهم انشاء مضايبات يمشي لنا احتل لهذا الاستحايا او لللا يحفظ كي يسرح هذك الميكروب كما تنقوله احنا بالدريجة ديالنا في الدم وتيمشي للدم وتيعطي ينسب تسامي الله يحفظي يعني بان دات ديال الطفل كنتشر فيها هذك هذك الميكروب لان هذك البكتيريا هي بكتيريا سامة تطلق واحد السم تنسمي وحنا ليتوكسين البكتيريا تطلق دك السم هو اللي كأطيناها هذي المجموعة ديال الاعراض تشيلاش الجميلة من الاحسن من نكون انها طفح جلدي كبال لنا الجلدة حمر كما قلنا بزاف ديال المسائل الطبيب هو اللي غادي يقدر يشخص الحالة ويعطي الدول مناسب نعم حنا ديال الحمى القرموزيان بحونا عارفوه معك اشنو الحاجة اللي كتخليها تجي لدات ديال الوليدات واش هي كتجيت هي بحالة بحال ذك الامراض الشتوية اللي تتكون اللي تتكون في الشتاء او اللي هذي تقدر تجي لطول العام هي غنشوفها كتر في الشتاء وفي تغيير المناخ لانه هي واحد البكتيريا اللي تنتقل عن طريق اللعاب يعني الواحد اللي كحي اللي اعطس وكان حامل البكتيريا تماما في الحلق دياله غادي يعادي لناوليد اخر وحنا هاد شراء تنشوفه كتر يمتتن عطسو يمتتن عدف في البرد ولا ففي تغيرات المناخية وغادي نلقاه بحال كنسمو حنا ديبتت زيبيديمي يعني مجموعات من الاطفال سواء في المدراسة او اللفلاك خيش او اللوسط العائلة الخوت الناس اللي سكني مع باضياتهم قرابو هما متعرضين لهذا الرداد هما اللي غادي يتعادوا كتر يكسب الاطفال كتر لانا مع الوقت المناء ديالنا كتتربة هي بالنسبة لاطفال يلا جاتوا مرة تقدر تجيه مرة خورة مثلا اللي نفرج جاتوا في خمس سنين تقدر تعودوا في عشر سنين ولكن المناء مع الوقت تتربة وعند الشخص البالغ لسوجي أدولت ما كتجيهش لان المناء دياله كتكون تكونات من هاد ناحية نعم احنا هو المرض بكتيري كيف قلتي تعافون في الدات الناس تبغي تعرف كيفاش كي يقدر انه ينجي للدات مني تنقلو حاجات تعافونية تنقلو ربما جاشي ميكروب كاتتسمعها كتير دكتور كاتسمع ان الناس كي يقولك مثلا لقتم طوالات كلا شي حاجة ما منضيفهش ما مغسولهش مزيان هنا هاد الحمى القرموزية كيفاش كتجي كيفاش الوليدات نقدروا فيعلان باش هنا تكون تأسوبوا ديال الوقاية نعم عند امهات والابا اللي كي سمعونها تصباح اه اذا غادي نبقاو في هادوك المزوغ بغير في هادوك المسائل اللي كتكلمنا اليهم على حسب الوقاية من كورونا الحمدلله لناس كلها والتي تواعي بها وارفاها غادي هو كما قلناك انتقل عن طريق الردات يعني اما بصفة مباشرة نعم ولكن كيفاش كي يجيل دك الانسان اللي يلسقلو في اللعاب ديالو اولو في الردات ديالو كيفاش هو كيدخلو للدات منين غادي دخل دات هادك هديك البكتيريا غتعطينا التافون ديالها في الحلق والاتهاب نعم لا واش كتجي مثلا سبب اللول ديالا بش انا تجيل دك الانسان واش دائما تجي من اشياء ديال تعفونية ماكلا بلصة مانضيفاش شنو اللدل اجلنا اللولة هي الطريقة المباشرة من شخص للشخص والتانية هي الطريقة الغير المباشرة اللي هي الى كانوا مثلا عندو ديجوي العاب اللي قاسهم طفل اخر ودير مريد قاسهم بيديه يعني مغسلش يديه من مورة ما العاب ومشاكلة ايه را غادي يهز هادك البكتيريا من هادو كل الالعاب اللي ما تغسلتش وغادي ديرها في موها هو تعدى يعني هدي الطريقة الغير المباشرة من البكتيريا ما كتكونش في الشخص كتكون فوق من كنسموحنا لسخفاس يعني فوق من العاب فوق من طبلا فوق من اسطح اللي غايمشي قاسفة هوليد اخر وغادي ديد دول فمو وغادي يمرد نعم لا حتى احنا مني تنقولوا اي مرض سبحان الله مثلا حتى في الخلايا السرطانية دكتور يعني تنقولوا انها الخلية راكينة غير تحدثت انقسامات او لا شي حاجة او لا شي سبب معين لخلاء انها تكون فعلا خلية سرطانية مني تنقولوا شي مرض ما مثلا اي مرض في الدكتور انتقاد الادوى انتقاد الادوى انتقاد الادوى كي بقلتي كي يجي الى الاسطح من شخص للشخص ولكن الشخص اللي غايا عادينا اي شو الحاجة اللي خلاته انه يمرد نعم لا يعني ما كان باقي ما معروفش السبب تلك كي تجي انتقاد الادوى حتى هو حملها في الحلق دياله سواء بينا اليه الاعراض او لا بيناش الاعراض دك شي الاش احنا بعد التقاليد اللي كن اكدوا اليها مخصاش تكون مثلا دك نبوسوا تفل في الفم دياله راح نقول لنا حاملين بكتيريات في الحلق ديالنا وفي الفم ديالنا ولكن المناء ديالنا راح متمكنة منهم ومحكمة فيهم ولكن من قلبي ان دك الشخص اللي غا ندوزوا ليه البكتيريات المناعة دياله قوية وغا تصدها ليه خاصة الاطفال من هنا يا جميلة مزيان من شرت لي له هاد النقطة باش نعود نأكد نصحونه معي والناس هادك اللي انا كنشوفها انا ظاهرة وكتشكوا منها الاباء مني كيجوا عندي تقول كرا العائلة تيجيتي هادك الطفل راح تيبغي يبوسوه في فمه ستيلة من واحد الناحية صحية ومن ناحية نفسية انا ما خصش تكون هاد المسألة نعم وأول حاجة هي هاد الأمراض اللي كان نقلوها عن طريق اللعاب والفم نعم هنا غا رجعو تل كورونا فاش كانت هنا دائما تنتكلموا على ربا ضراتي النافعة فاش كانت كورونا ربما انتم التخصص الأول اللي لقيته انا فعلا العدد ديال المرضى نقص بشكل اللي هو كبير بزاف نعم أكوز ديال انا الوليدات مبقوش كي مرضو مليجينا نشوفوا الاسباب لقينا انهم مبقوش كي تباسو مبقوش كي تنزو بزاف هاد الحاجة اللي هي بسيطة نقصات واحد العدد ديال الوليدات فعلا اللي كانوا كيتطابوا بأمراض شتوية وامراض بسيطة نقص نعم دوق رجعو لعود كيف كان قولو البروتوكول الوقاية ديال كورونا انا الوليد ميتباش ميتش بزاف هاد الامور النظافة الشخصية والنظافة ديال الاسطوح هاد شي كامل يا كولالا نعم 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 غاد نقص لينا بزاف الامراض ما شغل من من كورونا حق من كورونا راها مازال ما انا ولكن في تخصوص ديالكم نقصات بزاف الامراض هي نقصات ولكن كان واحد لامل سبحالله اللي غريب من مورها كلنا استغربنا من مورها كورونا ومنين رجعات الحياة النمط العادي كانت تون اكسبلوزيون كان ارتفاء كبير بزاف الامراض عند الاطفال بجميع انواعها لزوغيون لبرونشيت كل شيء قالوا العلماء اعطوا تفسير قال لك كان هناك كسل في المناعة المناعة منين ما بقاش طفلك يمرد تكسلاتو تهوناتو الجنود ديالها قلسو منين او رجعنا رجعنا رجعو شوية فاشلين اذا كان اسمو هالا ديت اميني تاخ كأنك اخديتي واحد القرد ديال المناعة اللي ما رجعتيش كان خصهم يمرضو ما مرضوش مرضو دقال حدا من بعد ولكن سبحان الله على الاقل تخيل معي لو كان مثلا كانت كورونا وكانوا الويدات زائد الامراض ديالهم وكان واحد ماشي خاصة سمي شونا على المستشفيات على هاد الامر كله وزيداتب الوليدات يمرضو ب هاد شكل وبزافد الوليدين اللي كانوا هم مرضو كانوا خايفين عن الويدات ديالهم ربي تلطف كيف كامدول الله احنا شونا معاك الاهم الاعراض اللي كانت بيين عاد الحمى القرموزية شونا معاك الاسباب زيالها اغان مشي معاك هاد الحمى هادي واش من من المرحلة اللولة انتو ما كان مختصين كتعرفوها انا حمى قرموزية ماشي مرض اخر حس قلتيلي ان الوليد من يجيو كيقولو بوحمرون على ودك الطفح الجلدي واش من الضيبا كتبان بطفح الجلدي او لما الضيبا كتبان بسخانة كتقدر السخانة تسبق واحد شوية طفح الجلدي ولكن تكون تقريبا متزامن معها يعني ما كيجيو فين يجيبوه لك الوليد تكيكون بان فيه الطفح الجلدي ما تكونوش الخاصية اخرى ديال بوحمرون لان بوحمرون هي تلسيام تسخانة في الاول عد تلسيام ديال سخانة زي الطفح الجلدي وكيكونو انه واحد اللي تلقوهم في الداخل ديال الحنيكات من الداخل اللي هو ما تبك ديال بوحمرون الحمدلله بفضل الله بفضل تتلقيه اللي كان العدد ديال بوحمرون نقص بزاف عند الاطفال ماشي بحل الحمى القرموزية مانداش لقاح يعني كنشوفوها بكتر اكتر من بوحمرون كنلقاو هي الديال كيكون واحد اللي تست صغير تدر في الحلق كيبين لينا وشكين البكتيريا العقادية هذك اللي تست في حال ذك اللي تست غابت ديال ديال كوفيد سريع اللي تجطينا واشكين ولا لا نفس الشي كي بل لنا وش كين هناك بكتيريا أقادية ولا للي هي سافيك تعطيك للكونفيرماسون ديال الديال 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 المرض نعم حلو ميسا نتكلم على ديال الحمى القرموزية تكلمنا على أنها عند مضاعفة ليها خطيرة أكيد ما زال نتفصل فيها باش نشوفه المضاعفة ديال على الصحة ديال الإنسان تكلمتي على أنها كي تعادوا الوليدات من بعضياتهم هنا الوالدين هم اللي غير خبه الوليدات ديالهم وش كتتم العدوى للوالدين أو لو خي تعادوا ما كتأثر شاي الوالدين أو للمرافق أو للسيدة اللي كتساعد اللي كتقابل الوليدات نعم الناس الكبار هي مرض كما قولنا خاص بالأطفال خاصة تنقل من 15 سنة مع الوقت كتطور مناء ضد هاد الحمى القرموزية يعني بالنسبة للشخص اللي كبير والمناء ديالهم زيانة ما تقانيش من أمرض مزمينة وخيكون ان كونتاكت مع هادك الطفل راه ما غادي شيء امرض ولكن يقدر يكون هو حامل للأدوى ويقادي طفل آخر إلا ما غسل شديه من مرامة مثلا ذاك الطفل تيك حداه ولح ردد دياله على السطح ولكن ذاك السيد قص السطح ومشاء الطفل آخر يقدر هو يكون حامل لأدوى ويقادي طفل آخر نعم ولكن هنا ما ننسوش ان الناس اللي عندهم مناعة ربما قليلة او للمناعة ديالهم شوية هاشا ممكن انهم يتعادوا بصيفة قليلة ممكن نعم إلا تعادوا مثلا هاد الناس وخاها كبار واش كيكون عندهم تاهم نفس الأعراض نفس لهذا او لا لا او لبقي ما عمكم شفتوا هاد النوع كتكون غا تكون خفيفة بزاف كيكون تها في الحلقة ما غاديش يمشي للدات ويخرج داك الحبوب الحمر وداك الطفاح الجلدي اللي تيكون نعم ربما ولي كان شوفو دا بزاف الناس مرادة الى مستوود الحلقة ديالهم ترجمة نانسي قنقر